ساء المنظمات الإسلامية هذا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يصل أيضا للمشاركة في هذه القمة الإسلامية العربية المشتركة بحسب بيان الخارجية السعودية كان هناك قمتين منفصلتين فجاء القرار بدمجهما لوضع خطوط عريضة للبنود وتوصيات التي ستخرج بها هذه القمة الاستثنائية غير العادية التي تأتي بعد 36 يوما تقريبا على بدء ملحمة طوفان الأقصى بعد فشل التوصل إلى توصيات ملزمة أو عالية الصقف على القمة العربية مفردة أو القمة الإسلامية مفردة أن تأتي هذه القمة المشتركة بصقف توصيات أعلى ونحن نتابع هذه المشاهد السادة حمزة اليوم في وسط هذه الظروف الإقليمية والدولية انطلاقا من واقع الميدان من واقع الذي فرضته ملحمة طوفان الأقصى التقارب الإيراني السعودي في أكثر من ملف الموقف السعودي من الولايات المتحدة ما بعد أوكرانيا 2000 أو المواجهة الأطلسية الروسية كلها جملة مفارقات على تشيب قراءة مسجدة لواقع الأمر نستطلع منك أبرز هذه الملامح وهل يمكن أن تؤثر في شكل التوصيات التي قد تخرج بهذه القمة؟ طبعا قبل الحديث عن كل هذه المتغيرات ويمكن أن يصدر من توصيات من هذه القمة الطارئة؟ اسمح لي أعلي على كلمة ما ورد بصحيفة الرياض سلاح العرب سلاح العرب بالنسبة للشعب الفلسطيني بالنسبة لأهالي غزة الآن بتذكروا ما قالوا نزار قباني لا بتذكروا ما قالوا نزار قباني العرب حربهم إشاعة وسيوفهم خشب يعني الآن لا يوجد أي أمل من أبناء قطاع غزة وأبناء الشعب الفلسطيني من هذه القمم العربية لماذا؟ لأنني رصدت الآن وأنا أتابع منذ لذلك